الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة معافة إلا المجاهرين وإن من المجاهرة يعمل الرجل عملا بالليل ويمسي وقصتره الله عز وجل ويصبح وقد كشف ستر الله عنه فيقول فعلت بالأمس كذا وكذا نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة معافة من الفاظ العموم كل الأمة في عافية عافية في البدن عافية في الدين عافية من الشهوات عافية من الشبهات كل الأمة في عافية إلا صنف واحد كل أمة معافة إلا المجاهرين من هم هؤلاء المجاهرون قال وإن من المجاهرة من للطبعيد كذا نبع سندر الدك عينا وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل عمل بالليل والليل أخوانا هو مظنة للستر وجعلنا الليلة لباسة وجعلنا النهارة معاشا فيعمل عملا بالليل يمشي يفسق يفجر يشرب مخدرات يزني يفعل ما يشاء من المحارم ثم يأتي بالصباح وقد سترأه الله عز وجل فيقول فعلت بالأمس كذا وكذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ده ما عنده عافية أبدا لا عافية في البدن ولا عافية في الدين ولا عافية من الشبهات ولا عافية من الشهوات فيكون عائش هائما على وجهه فيستدرجه الله عز وجل فيقع فيما لا يحبن عقباه وتكون نهايته أليم والعياذ بالله لأن ابع سلم قال ما ظهرت الفاحشة في قوم تأمل ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الأمراض المستعصية الآن كأمراض الإيدز وغيره من الأمراض الخطيرة التي عجز الأطباء يجد لها علاج ناجع عن الصاصي شافتها لا شك يا أخوان أن هذه أسبابها معروف هو الاتصال الجنسي المعروف ولكن الأمر لا يقتصر على قضية الاتصال الجنسي فقط لكن قضية المجاهرة أكثر من الزنا نفسه لأن المجاهرة يا أخوان فيها تحدي لله عز وجل لذلك الله عز وجل قال فلما آسفون انتقمنا منهم قضية المجاهرة يا أخوان قضية خطيرة جدا فالمسلم إذا فعل معصية ينبغي أن يرجع إلى الله جل العالى ويتو ويستر نفسه فأما إذا جاهر بالمعصية فإن المجاهرة يا أخوان لها ما بعدها فمثلا نضرب مثل إذا في فتاة في الحي فكثير من الشباب يحترمونها لأنها أخت فلان لأنها بنت فلان لأنها عمها فلان لأنها خالها فلان لأنها بنت الحي لأنها محترمة لأنها محتشمة فيأتي أحد من هؤلاء الذئاب البشرية الذي لا يجدع اعتبارات لهذا كله فيخضعها باسم الحب ثم ما يلبث أن يراوده عن نفسها فتضعف أمامه باسم الحب فتقع في الزينة والعياذ بالله فالأمر لحده هنا انتهى لأنه أصل لمن داري واقع بالزينة لا شك أنه يخضعها لا يقول له يا أخوان إحنا ما لبعض وفي النهاية ما خلاص مصيرنا واحد والحاجة دم هي نزو عابرة وكذا وإن شاء الله ودد لي على إخلاصك وحبك لي أنا وكذا فبعد ذلك هي تمكنه من نفسها فيذهب طبعا هي كون تبقى هي الآن مشروع بتاع الزوجة فشلت لي لأنه هو صمحي الزوجة تاني فهو بدوره يذهب إلى أصحابه الذين كانوا يحترمون هذه البيت ويقدرونها وكانوا يدعون لها يعني اعتبارات كبيرة جدا لأنها أخط فلان وبنت فلان فينكسر هذا الحاجز ويقع هذا الستار والعياذ بالله فيأتونها تباعا لماذا لأنها مكنت فلان فيرويدها عن نفسها فتقول لا فيقول إن فلان وبن فلان فيأتونها تباعا والعياذ بالله ثم بعد ذلك تبقى هي مشروع بتاعاهرة لأنه حيجيها بعد ذلك خلاص بعد ذلك هي ذاتة ما تقدر تمتنع لأي أحد ولا ترد يا دلاميسين والعياذ بالله والكان السبب يا أخوانه هو المجاهرة لذلك تنتشر الأمراض وينتشر العهر والفجور في المجتمع نتيجة للمجاهرة لذلك عالى المسلم إذا فعل معصية واقترب بحكم الجبلة البشرية ووقع لضعف يعني عزيمته في ارتكاب المعاصي فعليه بادئ ذي بادئ أولا أن يستر نفسه ما يجاهر بالمعصية لأن قضية المجاهرة أخوانه خطيرة جدا هناك حديث وإن كان فيه نظر لكن يعني يقول أن النبي عليه السلام بذكر أن يوم القيامة العصات الذين كانوا يعني يفعلون المعاصي ولكنهم كانوا يسترون أنفسهم يأتون يوم القيامة في عرصات القيامة فيخاطبهم الله عز وجل بينهم وبين أنفسهم يقول يا عبدي أتذكر أنك فعلت كذا وكذا وكذا يقول أي وربي فعلت كذا وكذا أتذكر أنك فعلت فيقرره بأعماله كلها فيقول إي فعلت كذا وكذا فالله عز وجل يقول له سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك ولا أبالي أما صاحب المعصي الذي كان يجاهر بالمعاصي وينتهك الأعراض ويتباهى بذلك فلما يأتي يوم القيامة والدنيا كلها تعلم أن هذا كان فاسقا لكن مع هذا ينكر وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يجادل الله جل عليه وقول أنا ما عملتا الله جل على قال يوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون مهما أنكرت يوم القيامة فإن الملائكة شهود وكذلك الناس برضو كذلك شهود لهذه المعاصي فيكون مآله إلى النار وبئس القرار أقول ما تسمعون واستغفر الله عظيم ولوالكم واستغفروا إنه الغفور الرحيم